بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الدين شرع الله لا يخضع لأهواء البشر وإن الأمة تحتاج إلى علماء ربانيين ليوجهها في منعطفات تاريخية صعبة وخاصة إذا تعلق الأمر بإذروة سنام الإسلام الجهاد فهناك فقه يسمى فقه الجهاد وليس كل من يحمل السلاح ضد طائفة أو ضد عدو يحسب على المجاهدين إنما الجهاد له ضوابط هو فقه فعلى الناس والمسلمين خاصة الذين يخافون الله أن لا يقدموا على فعل أمر فيها أهمية الجهاد دون أن يسؤلوا العلماء الربانيين قلنا إن الجهاد في سبيل الله ينبغي أن يكون خارج أرض الوطن ثانيا أن يكون ضد عدو خارجي كافر مجمع على كفره ومقاتلته لنا والجهاد جهادان جهاد الدفع وهو حينما يعتدى على الأمة وهنا يصبح لزاما على أهل البلد المعتدى عليه المدنس حرمته المنتهك أعراضه المسفوكة دمه يصبح الجهاد هنا فرض عين على كل مسلم حتى الزوجة لا تستأذن زوجها وحتى الولد لا يستأذن أباه لكنه عند المسلمين الأباعد له حكم آخر إنما يصبح فرض عين على مسلم البلدة الأخرى إذا استغرق الجهاد جميع أبناء البلد المعنى بالأمر وتطلب عونا من المجاهدين من المسلمين من الأرض التي تليه وهكذا حتى تستغرق الأمة كلها كما في مذهب إمامنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثالثا أن الجهاد إنما ينبغي أن يكون تحت راية واضحة إمام للمسلمين رابعا أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى يكون وقد انتفت عنه الكثير الكثير من الأمور قد جاء رجل إلى رسول الله يقول يا رسول الله أريد أن أخرج معك للجهاد فنظر إليه الجهاد مع رسول الله وما أدرك من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي لا يتشوق لأن يحظى بشرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أبوي قال نعم قال ففيه ما فجاهد وأحاديث كثيرة حتى قال في رواية كيف تركتهما قال يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وفيهما فجاهد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتحدث عن هذا الأمر نهيك عن الذين خرجوا من هنا دون أن يستفتوا العلماء إلى أرض بعيدة لا يعرفوا الراية التي تحتها يقاتل غدف غموط في غموط هذا الأمر ما فيش اللعب تمشي في غموط كم من إنسان أعيد من الجزائر كم من إنسان قبضت عليه القوات الليبية نعرف أنه وعد قبضت عليه القوات الليبية وترك زوجته واتطلقت منه وجاء هنا يسجنوه في المغرب وهو ينتمي إلى أنا أقول لها معروف هذه وكم من إنسان وقع عياذا بالله ضحية ابتزاز من قبل جماعات وكم من أناس ذهبوا إلى تركيا ووجدوا أنفسا في اللاذقية ورقة يستعملها النظام السوري خرج بنية الجهاد فإذا به يقع ضحية عياذا بالله تحت وطأة الشيعة الذين يستعملونه كورقة ضغط وكم 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 عدم الوضوح واختلاط الأمر هو مما يجعلك تضرب ألف ثم كيف يمكنك أن تخرج أنت للجهاد هناك وهو لم يفرض عليك وإخوانك السوريون العارفين بحقائق الأمور وعلماؤهم يقولون لا نريد أجانب يقاتلون إلى جانبنا فإن قتالهم إلى جانب يشوهنا أكثر وإن أعداء الله يريدون تشويه الجهاد حينما يصرون على أن المسلمين من كل الأرجاء إرهابيين ليقاتلوا مع إخوانهم نظاما شو شو؟ ثم أكثر من ذلك أنت تذهب إلى هناك رغم كل هذه المخاطر التي ذكرنا وعدم وضح الرؤية عدم وجد إمام ليس بجهاد فرض عين على كل المسلمين وإخوانك في سوريا يعرفون منطلباتهم وحاجاتهم ثم بعد ذلك تخرج وتترك زوجتك بحل السيد اللي يمشى بالوفاق أو اللي يمشى بالدرب الثانية أو اللي يمشى بالمغرب خلل الزوجة ديالو طلقها واكتب عليها الدار والناس يمشي بالجمع والها وهي منقبة تخرج تدور على الخدمة وولداته ما هذا العبد كفى بالمرء إثمان أن يضيع من يقول هذا واجب عليك فرض عينا تلفق على زوجتك وعلى أولادك لما تركتهم لمن تركتهم لمن لمن تركتهم أنت تترك ثقلا ليحمله ضعاف مثلك كفى خلتها اللي مرفه الشعب المغربي الطبقات الدنيا مسحوقة تتقاتل من أجل تحقيقي أقصى متطلباتي الحياة وتزيد لهم انت يا زوجتك وولاته عش بتجهاد هذا عش بتجهاد هذا اسمعوا لي إذا أززكم الله اسمعوا لي الله عمواليكم ما هذا الذي تفعلون وما هذا الذي أنتم عليه مخدمون ألا تقدرون عواقب ما تفعلون إن ضياع الأسرة هو أعظم الآثام عند الله والجهاد للإنفاق على الزوجة جهاد بنص كلام رسول الله من خرج يلتمس رزقا ليعف نفسه فهو في سبيل الله من خرج يبتغي رزقا لكي ينفقه على عياله فهو في سبيل الله من خرج يبتغي رزقا لينفقه على والدين عجوزين فهو في سبيل الله قال رسول الله دينار تنفقه على المسكين دينار تنفقه في سبيل الله دينار تنفقه على أهلك أيهم أعظم أجر عند الله قال دينار تنفقه على أهلك أهلك لماذا تتركون أزواجكم لقد قلت من قبل إن مرضا سببه الجهل بغياب العلماء الربانيين وقطع صلتهم بالمسلمين والشباب العاطفة المحترقة عندهم لم تجد علما يوجههم ولم يثقوا في عالم ليوجههم مصيبة مصيبة هذه المصيبة أورثت لنا آثار وخيمة على النسيج المجتمعي يتحمل وزرها العلماء وغياب العلم الشرعي وعدم تواصل العلماء مع هذه الشرائح من المجتمع لكي توضح على هذه الحقائق أين المجلس العلمي الأعلى لكي يصدر فتوى واضحة واحد زوج ثلاثة ما معنى الجهاد أنواع الجهاد ضوابط الجهاد ثم تنزيل هذه العلوم والحقائق الشرعية على الجهاد في سوريا أولويات الجهاد في سوريا أنا لا أقول لا إن بغي أن ندعم إخواننا ندعمهم بالمال بالسلاح بالدبلوماسيا أن نضغط على حكوماتنا لكي تقف مع إخواننا في سوريا لماذا يقف الشيعة والعالم مع بشار القتال الظالم هين الحكام لكي يقفوا ما معنى مجلس صداقة والدول الصديقة للشعب السوري ماذا قدمت اجتماعات وكلام في كلام بشار يحظى بتأييد إيران ما الدين ومعنوين يحظى بتأييد الجماعات الشيعية حزب الله وشيعة العراق وشيعة لبنان وروسيا وأوكرانيا في القتال وكوريا الشمالية في الطيارين وروسيا قانونيا وماليا ولوجستيكيا وتهديدا والغرب ولا تجد من يقف مع سوريا إلا شباب متحمس مسكين أخذته عاطفة نصرة أخيه لكي يتخطى كل ضوابط الشرع لكي يغامر في رحلة الله أعلى معاقبته أنا أقول ينبغي للإخوان وللمسلمين أن يتعلموا دينهم فإننا عشنا زمانا تجد فيه الشاب غلبت علي عاطفته وخانه علمه يستطيع أن يضحي بنفسه صادقا لكن أخطأ الطريق ولا تجد من يصبر ليتعلم دينه لكي يدعو إلى الله تعالى في بلده ويكون عضوا صالحا في بلده يخدم بلده ابتداء من بناء أسرة المؤمنة يخلف بعده ذرية صالحة لا يهملها يربيها ينشئها يقرئها القرآن يخرج الدعاة فإذا مات انقطع عمله وترك عائلة أولادا وبناتا كلهم يحبون الله ورسوله فنسأل الله تعالى يعلمنا ونسأل الله تعالى سبحانه أن يبعد عننا الهوى وأن يجعلنا ننضبط بضبط الشرع هذه رسالة إلى شبابنا المتحمس لنصرة إخواني سلاحة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر